فالنظام وحساس إذاعة الشباب تبقى تبقى دنيا فيها نعلم للشباب أفهم إذاعة الشباب من سلطنة عمان الصفاء للأغذية تقدم كباب سيخ اللحم الشهي من خيرات بالنكهة العربية الفريدة معاد من أجوة المكونات الطبيعية والتوابل العربية الفريدة كباب سيخ اللحم من خيرات يجعلك تستعيد مذاق الطعم الشهي والفريد ويجعل كل مناسباتك حلوة وموبيجة ولا تنسى احتفل بعشر سنوات من الطعم الأصيل وعش حياة صحية مع كباب سيخ اللحم من خيرات الشهي واللذيذ اذاعة الشباب من سلطنة عمان خذ وهات الحياة اخذ وعطا والعطا من أرقى الوسائل لتحقيق الرضا الحياة اخذ وعطا الحياة خذ وهات الحياة اخذ وعطا الحياة خذ وهات خذ وهات مع الشيخ سالم النعماني وخالد الزجالي في اليوم سبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا خذ وهات خذ وهات عبر أثير إذاعة الشباب الواحدة وأربع دقائق في مسقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السعادة الله وقاتكم جميعا بكل خير وبكل سعادة دقاء جديد يجمعنا معكم كل يوم سبت في مثل هذا التوقيت لمدة ساعتين على الهوى أبر إذاعة الشباب خذ وهات او هات وخذ تمشي صح خذ وهات كم جميل وهذا هو ملعب الحياة إجمالا إن الإنسان ياخذ ويعطي 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 وياخذ وكم جميل إنك أنت تعطي من حولك تعطي الآخرين تعطي الآخرين مو بس فلوس هذا موضوع آخر لكن حتى الكلمة حتى الابتسامة عند اللقاء تخيل أعطيت ابتسامة إيش ممكن بيكون المقابل تكشيرة ولا زعل ولا مسبة أبدا في المقابل بكل تأكيد ابتسامة وربما أحلى منها نبدأ بالسلام وهذا من الأمور الطيبة وأتمنى وهذا اتفاقنا مع الشيخ أيضا نحن في حلقة من الحلقات القادمة أيضا حلقتنا بالكامل بتكون عن السلام كم حلو إنك إذا التقيت بأخوك بصاحبك تدخل بيتكم في العمل في الشارع في مقهى في أي مكان تبدأ بالسلام عليكم كم مؤسف أحيانا تمر على ناس أو ناس أحيانا جالسين أو أنت جالس ويجون أبدا وكأنهم داخلين في مكان كله صمت شيء غريب هذا الخذ والهات يعني لو قال السلام عليكم أكيد بترد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتزيد عليها وربما بتكون معها ابتسامة جميلة لطيفة تفضل إجلس جنبي إجلس جنبي يعني علوم وأخبار يعني بتكون صحبة بتكون صداقة وكم حلو إن الإنسان تكون لمثل هذه الصداقات خذوا هات اليوم موضوعنا موضوع كثير جميل وهذه من المواضيع أيضا اللي يعني عنوانها كثير من المستمعين إحنا نطرح مواضيعنا بناء على رغبات وربما طلبات كثير من الناس ورحب بكم جميعا وترحيب خاص بضيفنا الدايم في برنامجنا كلسب شيخ سالم النعماني أبو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وتقبل الله منكم الطاعات عمين يا رب العالمين كن جميلا ترى الوجود جميلا الله عليك أيها وشوفي شيخي لأنا نتمنى واصل يمكن يعني تقاسيم وجهها حتى يعني قلت للسلام عليكم رد علي ببشاشة وبابتسامة عالية وعليكم السلام لما اكتفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله واذا تحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو ردوها الله يعني قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام بغيت عاد تزيده ويزيده ورحمة الله وبركاته بيزيدك بعد وبيزيدك هل بتسامة الحلوة الله وفي الأخير بيقول لك لازم قربس يعني بشاشة وجه المري خير من القرى فكيف بمن يأتي القرى وهو ضحك الله 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 والعمس كنت مع صديقي يقول لتعرفت عنه إنسان في الطيران كان رئيس المضيفين في إحدى الطيران والآن أصبحت علاقة ودية وأسرية وتعاون شوف تخيير صدفة جمعتهم كلب السلام عليكم بالضبط صارت علاقة علاقة إنسانية وأسرية كثير جميلة شيخ صالم نعماني الضيفنا الدائم اللي كده ينور برنامجنا فوقت حصل غدا مجان اللي دا سرنا بتعبناه سنوضع هذه تحيات فريق البرامج هذه تحياتي أنا خالد الزجالي تحيات بدر الندابي شي علوم بدر مش علوم حياك الله دامت العلوم علوبك فواصل للتواصل مع برنامج خدوهات الاتصال على رقم 2469 8151 أو الرقم الدولي على 0096824 698218 أو الرسائل النصية على رقم 90456 خدوهات أنا سبوع الماضي بعد ما كنت متأكد من هذا الصوت قاعدة خمن قاعد يفتسب عرفت صوت من هذا اللي قال لرقم صوت بدر هذا اكتشافي ديد جميل قزاهم الله خير يوم الأيام إن شاء الله بيكون هني بعد أهلا وسهلا أهلا وسهلا أحيانا يصير مخرج مذيع عام الله بر بسهولة ترى إن شاء الله فبدر من الشباب الرائعين الحقيقة على الخميسي ما يصير تابعنا بصمت يقول كم جميلة نسمع هذه الأصوات الرائعة متابعين بصمت ما نرضى ما نرضى بس لازم معنا بيتصل بيتصل تحياتي يا علي تحياتي لك وإن شاء الله كذا تستمتعوا بما نقدم لكم إن شاء الله ونستفيد جميعا بوجود الشيخ سالم النعماني الولد الصالح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن شاء ناش والفتيان فينا على ما كان عوده أبوه حقيقة الذي يقرأه في القرآن يجد آيات عظيمة تتحدث عن الولد وعن سر الولد وعن صلاح الولد وعن همية الولد في الحياة من سنن الأنبياء والمرسلين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فالذرية حقيقة كلمة في اللغة تطلق على الأولاد الصغار وبعض الناس نسميهم بذورة البذورة البذورة ونسميهم حد صغيرين وحد أهال صحيح وهذه التسمية حقيقة له أثر جميل في نفوس الناس وأنا دائما أقول ويقول غيري ويقول كل مسلم بأن وجود الذرية وجود النسل نعمة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لا يدركها إلا من فقدها دائما أبو محمد النعم تعرف عند فقدانها كالصحة مثلا سبحان الله يعني يعرف الإنسان قدرها عندما يفقدها ويكون مريض نعم ولذلك قالوا أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحة لا يراه إلا المرضى سبحان الله فالولد نعمة في أصلحي ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاء حقيما بعض الناس عندهم من الأولاد طبعا كلمة الولاد تشمل الذكور والإناث والبنين تشمل الذكور والبنات تشمل الإناث فهناك من الناس الله سبحانه وتعالى يهبهم أولاد من البنين والبنات كما قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني مجموعة من الأولاد ومجموعة بين البلات ما شاء الله يصل إلى أوقات نفس سبع بنات سبعة أولاد ما شاء الله سبحان الله للأم لك بعض الأسر يقول تكون اتفاق من الزوجين أنت يسمي البنات وأنا يسمي الأولاد فالله سبحانه وتعالى يعطي كل النصيبة سبع بنات يعطيهم سبعة أولاد وفي بعض الأحيان يهب الله سبحانه وتعالى ذكور يعني واحد من الإخوة ما شاء الله عنده 14 وإنت ويتمنى ويأتي بنت واحدة الله ما شاء الله والعكس صحيح عند مجموعة من البنات ويتمنون ولد واحد صحيح وبعض الناس لا شيء ولكن في هذا حكمة حكمة واختبار الله يعني في سورة الكهف أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفراء فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة الخضر قتل الولد فاستغرب النبي موسى كيف قتلته قال هذا ربما في المستقبل يكون بلية لوالده فأردنا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فأنت ما تدري لعل وقود الذرية هو ابتلا نفسه لأن ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فوقود الأولاد اختبار رحيح هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر بعض الناس ما عنده ولد لكن صابر أجره عند الله أكثر من أجري من عند مجموعة أولاد ولكنه غير شاكر لنعمة وجود الأولاد فأنت ما تدري في أين الخير فيما يختاره الله وفيما يختاره الله سبحانه وتعالى خيرة فيما يختاره الله الصحيح لأن أيضا الولد مجرد أن أنا أجيب ولد وأرمي في الشارع هذه المسألة أيضا محاسب عليها ومحمد دائما نثير في النفوس ما شاء الله النبي زكريا القصة الجميلة يعني في سورة مريم وفي سورة علي عمران قصة الله سبحانه وتعالى علينا كيف كان يتمنى النبي زكريا مع كبر سنه وكبر سن زوجته زوجته نعم زين فخاف أنه بعدما بعدما ماته لا يقوم أبناء عمه وباقي العشيرة بالمهم التي كان يقوم بها النبي زكريا عليه السلام فأراد أن يكون له ولد يقوم بالمهم لأنك عندك مهام أنت في الحياة لك هدف صحيح وعندك مهام وعندك تكاليف سواء كان من حيث الأعمال أو من حيث أو من حيث الدعوة أو من حيث التعليم أو من حيث أي أثر يعني الإنسان يبقى لك يبقى لك بعد موتك نعم أنت لا تريد طبيعي لا تريد أن ينقطع أثرك من الذي يقوم بهذا ولدك نعم وإذا كان ولد وهذا موضوع حلقتنا الولد الصالح الولد الصالح نعم فالنبي زكريا ذكر الله سبحانه وتعالى عنه في سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كافة يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية أنا دائما أحكي للناس أنك لما تدعو يكون بينك وبين الله ما تصرخ طول الحار كله الحار سامع بعض الناس النداء الخفي نداء الخفية بينه وبين الله هذا أبلغ في الإجابة وبعيد عن الرياء والسمعة وطلب الدين كل ما كان بينك في هذه العلاقة دعاء وغيرها في بينك وبين الله كان أرقى للقبول الله لأن هنا قد يدخل الشيطان فيفسد عليك عبادتك يفسد عليك علاقتك حتى بالآخرين سبحان الله إذ نادى ربه نداء الخفي قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقي أنت عودتني على الإجابة وعلى قبول دعائي ودائما أنا مستمتع بعطائك يا ربي شوف الاعتراف بالفضل أيضا والله هو ولدلك في الآيات الأخيرة وكان يعني وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعد في حياة هذا النتيجة إذن النبي سكرية عليه السلام هنا عندما حس بتقدم عمره وحس على أن الناس يعني ربما الأمان التي يقوم بها والرسالة التي ما بتكتمل ما بتكتمل إلا أن يكون واحد خليفة من بعد وعاقبة وذلك قلون الولد سر أبيه صح فدعا ربه بأن يهبه غلاما زكية غلاما زكية ربي إني أخاف وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني في آية غلاما زكية ويرثني ويرث من آل يعقوب وقاله ربي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعله من قبل سمية قال ربي أنه يكون لي رواح شوف الاستجابة جاءت الإجابة لكن استغرب هو لأن المقاييس البشرية آي ودعم أن المرأة بعد هذا السن مات يعني كان عمرها ثمانين نعم وعمره ربما تسعين عاد واصل ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر آية آية من آية الله سبحانه وتعالى والذلك قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة لأيال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أماء إليهم يعني أشار إليهم علامة أنه ما يتكلم مع قدرته على النطق سبحان الله يعني فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ثم جاءت النتيجة يا يحيى خذ الكتابة بقوة قيل أنه هو صبي يعني صغير يعني واستطاع أن يقوم بهذه المهمة وهو صغير وازال صغيرا عشان أيضا يطمأن الأب الله يا يحيى خذ الكتابة بقوة وآتيناه الحكمة صبية ليش بقوة هنا شيخ يعني أنك أنت لما تبدأ في الشيء ما مجرد أداء بعض الناس يؤدي العمل مجرد أداء لمجرد أنه أداء أتقن أو لم يتقن ما عليه إنهم يقولوا خلصني لا لكن أنت تأخذه بقوة يعني بعناية فائقة باهتمام مبالغة في الاهتمام أي عمل يا أبو محمد والمستمعين يستمعون إلينا سواء في البيت أو في الوظيفة أو في لما يأخذ الإنسان باهتمام يؤدي باهتمام فيكون هذا العمل متقن والنتيجة النتيجة ما يحتاج واضح طبعا طبعا أما إذا كان خذوف غلون خذوف غلون تاتسالفر في بعض الأحيان تقدسين أو صاد من الناس ما عندي إنجاز يعني ما يتطور ما عندي إبداع ما عندي مثل ما هو محلك سيقولون مثل ما قلنا في الحلقة يا يحيى خذ الكتابة بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقي هذا سيدنا من؟ يحيى يحيى بن زكري الله أيوة لأن أبوه كان ينتظر بالضبط هذا ينتظر من زمان نعم يكون فيفاجأ يعني يفاجأ كما أراد كما أراد وفي هذا السن الله فهنا دعا ربه كما قال في آية في سورة آل عمران هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هناك لا يعود يقال إنه لما زكريا لما زكريا كفل بمريم عليه السلام فدخل عليها المحراب وقد عندها رزق قال يا مريم أنه لكي هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاوه بغير حساب يقول الفواكي موجودة مع أنه كان قحت منتشر قحت كبير وجوع ما شيء فوقد عندها الطعام هناك مع هذا الموقف وعلم نبي زكريا بأن الرزق يأتي من عند الله دعا زكريا ربه يعني إذا كان الرزق يأتي لمريم بغير عنا فأكيد من باب أولى سيأتي الرزق أو الولد لزكريا ابن عليه السلام هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية بعد ما شف هذا الموقف بين قوسين طيبة إنك سميع الدعاء النوح سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحلا وسهلا مساك الله بالخير الله بالنور والسرور وشحالكم بخير عساك بخير الحمد الله بعافية الله شرف لنا الله يبارك فيك ويسلمك تفضل ينوح من نور والسرور يسيدي بارك الله فيكم بشكر الله العظيم يعطيكم العافية الحمد الله تفضل يا نوح دعا فضلك يا سيدي والله موضوعكم شيق وحبين نشاركوا إياكم تفضل يا حبيبي تفضل الله يسلمك لا تفضلك بس موضوع السلام موضوع حلو رسول صلى الله عليه وسلم ووصح علينا بالسلام نعم وخيرك من اللي يبدأ بالسلام إن شاء الله وهذه حلقة كاملة بتكون متكاملة بس أنا أبدأت كده بس أسخن فيها من البداية لكن إن شاء الله بتكون حلقة اليوم نتكلم عن الولد الصالح يا نوح والنعم والنعم والله الولد الصالح هو مثال حق التربية الصالحة اين هو يعتمد على منه يعتمد على الأبوين نعم في المقام الأول الأبوين اللي يربي عيالهم بالسنة النبوية وينبيهم على الطريق الصالح أكيد إن الولد يمثل شخصية هلا في البيت بالضبط الولد اللي تلقى مثلا في الشارع ويسلم عليه وهذه والدفلان شكيف مرضاي مثلا لكن في ناس مثلا يعني سبحان الله خاصة للجيل هذا اللي طلع الحين جيل الشباب مم مم قبل كل في بعض من الشباب مثلا آآ والله بنقول خذاله آآ سيارة مثلا بنقول والله شفنا الولد يمشي في الشارع زين آآ بقهرا على الأقل سلم مم لا أنا عندي سيارة أنت ما عندك سيارة يسلمشي أنا ما بسلم عليه مم هذا يعني ما يعطيك حتى فيس هذا بنماذج عني يشوفه ونتابعه سلم عليه سلم هندو بروحك سلم تسلم عليه إلى مرحلة آآ تلقاه خلاص كأنه يقول أنا شوية ارتفعت معناتي أنا آآ ما بنزل مستواي وقيت والله نعم نعم أسلم على فلان وعلان لكنه في النهاية يبدأ التربية كيف إن شاء الله نعم ينوح ينوح نعم صحيح هذا نموذج نموذج يمكن ما منتشر ونتمنى أن ما ينتشر فيه مجتمعنا إحنا مجتمع الحمد لله شبابنا في رقي الحمد لله وفي روعة لكن مثلي ومثلك مثل الشيخ سالم شعب عماني بعروف معروف بالتكاتف والتعاون لله الحمد ومنظلها كذا بمشيئة الله وهذه صفات المسلم عمزي كذا من داخل طال عمرت أمس أنا كنت والله في الصناعية نعم الزين وحبث معي كذا يعني موقف بسيط إن مثلا أنا كان عندي سيارة شوي وعدل في السيارة ومن ضمن الموقف اللي صار لأن يعني العامل في المحل أثالف عنده وكذا فمن بعد ما خلص العمل وشفت يعني ما شاء الله شغله حلو قعد جالده وقل له ما شاء الله عليك شغلك حلو واحد من الشباب يقول لي تعرفها الريال قل له لا والله ما عرفه هو وافد بس أقول لنا لما بسلم عليه الريال هذا بيشوف الشيفة حلوة صحيح إنه والله شوف مكتبه العمانة كيف ما بشرط إنه يكون وافد أنا عامل هذا كإنسان الله ما عامل كوافد وأدى لي خدمة حتى لو كانت بالمقابل بس أدى لي خدمة نعم أكيد أكيد ولما واحد يشوفك تسوى الخدمة فهذا يقول لي يقول لنا أول شغل مكان غير مني لكن ما فيه سين سين ما هذا شكل الحمد لله موجود لك عمان صحيح صحيح تعمل في عمانة تكون فأمان والله الحمد وتحصل أشياء ومواقف لكن الحمد لله كثيرة 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 بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا يا رب العالمين نوح جميل في طرحه وسيدنا نوح تعامل أيضا معاملة راقية الله النبي نوح بنمر عليه بنمر عليه صحيح مع ابنه يعني أيضا كان راقي كما أسلف نبو محمد في بعض نحن نكون يبتلى أب بأبناء ويبتلى أبناء بأباء أحسن أحسن بيجي نعم إذن نحن لازلنا مع سيدنا زكريا والبشارة بسيدنا يحيى فلما دخل عليها المحراب وقد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاو بغير حساب هناك دعا زكريا ربه بما أننا ذكرنا أيضا سيدة مريم رات عمران أم مريم نعم قالت ربين إلهما ما أخوت راه بس يوم سيدنا عيسى لا أيوة بس أنت المقصد سيدنا سيدة مريم مريم أم عيسى عمران غير بضبط بضبط الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان شفتها أيضا عند الولادة فتقبلها ربه الله الكلام هنا أو الدليل هنا على أن الولد والبنت عندما يوجهان التربية التربية الصالحة يقومان بحمد الرسالة حسب ما كلفا الله فهناك التي تتمنى أن يكون اللي في بطنها ذكر لكي يخدم البيت مقدس ظنا منها أن البنت لا تستطيع بذلك لنخصن أو لآخره ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر لها أن البنت والولد أو الذكر والأنثى يقومان بهذا عندما يكونان متقيين لله سبحانه وتعالى طيعيني لآبائهم وأمهاتهم حسنت وهنا التربية الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نفاتا حسنا وكفلها زكريا النبي زكريا خالله كفيل لبنت يعني يقوم خدمتها معكون هي خادمة للبيت الله أم السيدة مريم أم السيدة مريم دعت لي قالت ربي قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني وبعد ما ولدت وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس أتذكر كالأنثى ودعت أيضا دعوة طيبة وإني أعيدها بك أحسن هذا اللي بغيت أقول له إحنا عندنا حتى أمهاتنا ويداتنا ما كانت متعلمات صحة ولا لا لكن كانت عارفات أول ما ينولد المولود يدعونا أحسنت هذا عشان بغيت أقول لبعض الأمهات اللي ربما اليوم تغافلوا أو نسوا أو لأي شيء أحيانا ما يدعو هذي كلمة وهذي بنمر عليه من خلال كيف نحن نهي أبناءنا وبناتنا للصلاح كيف يكون هذا ابني صالح أنا أخذ بالأسباب أول شيء الهداية بيد الله سبحانه وتعالى قد تبتلها وانت ذكرت بقصة نوع عليه الصلاة نوع بالابتلالها وبنذكرها لكن لا يعني هذا أن أنا تغافل يقول ترى برايه اللي يطلع لا يمكن يطلع زين وما زين برايه على نفسه لا أنا أخذ بأسباب وأدعو الله تعالى كما دعا زكريا وكما دعت أم مريم زين بأن يكون هذا من المهتدين صحيح وأن أخذ بأسباب الهداية نعم مثل الذي يطلب الصحة يأخذ بأسباب الصحة بالضب مثل الذي يطلب الرزق يأخذ بأسباب الرزق أحسن الباقي على الله بس أنت عليك تأخذ بهذه الأسباب أيوة تقوم وهذا بناتي يعني حتى عند عند الولادة المولود كان الأب أو الأم أو اللي موجودة هناك يدعو ويؤذن حتى بصوت خافت هذا من الأحكام الشرعية ما يستقبل به المولود أحسنت نعم وهذه بعض الأشياء مع الأسف راح أتمنى وهذه من السنة الله ستأتي إن شاء الله ضروري واليوم سنذكر للمستمعين يا رب عشان الوقت بس عشان الوقت نعم جميل نعم هنا الدعاء من هذه المرأة الصالحة بأن يهبها الله تعالى يعني هي سلسلة في حلقات إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علي إذ قالت امرأة عمران ربي إني لك إني نذرت لك ما في بطني محررا أنظر كيف الأم يعني لما تشعر بالجنين في بطنها تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتنوي أو تقصد بأن يكون هذا المولود إن شاء الله يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الاستمساك بحبل الله سبحانه وتعالى وهذا دين الفطرة صحيح يعني كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ما ننسى النبي إبراهيم الله الله النبي إبراهيم عليه السلام مثال كانت النتيجة يعني فوق المتوقع موقف الحلم حتى استوىت كلامهم اعترك بين المسلمين الآن وبين اليهود أيهما حق بهذا زيدنا إبراهيم إنهم ترى العرب المسلمون أبناء إسماعيل نعم ولا يكابناء إسحق إسحق صحيح فأيهما هنا الذبيح وأيهما الذي يستقاب أيهما الذي يخال آه هنا الخيل هذا صحيح لكن لكن محسوم عندنا نحن المسلمين نعم العرب إنه إسماعيل عليه السلام نعم عرب وهو بقد النبي صحيح نعم واليوم طلعت بعض الكتب التفاسير قال دخلتني أمور إسرائيلية كثيرة سبحان الله وبالتالي نحن لابد من أن نعتمد على النص القرآني طبعا الله ونعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وعلى كل فهما إسحاق وإسماعيل ويعقوب كانا طايعين بارين بأبيهم إبراهيم الله لماذا يا أبا محمد لأن النبي إبراهيم كان بار بأبويهم رغم رغم كفره أحسنت يعني بعض الناس الآن يشتكون من أولادهم نسوا أباهم ماذا كانوا يساون مع أباهم سبحان الله أنا حاسب نفسي أيضا ليش أنا لما أشوف أولادي يعني يعاملوني معامل أنا أتذكر أمي تخبرني عن شخص موجود الآن نسوا الله العافية والسلام آمين قالت هذا الرجل كان لما ماتت أمه كان مشغول يعني حتى ما اهتم الله إذا به الآن أولادي تركوه فلا يلوم حتى الله لا يلوم حتى كما تدين تدان تدان فنبي إبراهيم أنت ما تشتغرب من إسماعيل بها الطاعة بها الطاعة لأبيه استغرب من إبراهيم النبي الله وأبو كافر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر هتتخذ قوما آله إني أراك وقومك في ضلال مبين يعني يتلطف النبي إبراهيم عليه السلام بكل ما تعني كلمة اللطف والحنان والود مع أن أباه مجرك صحيح والمتابع للآيات اللي كانت فيها حوار بين الأب الكافر والابن المؤمن النبي النبي كانت كلها يا أبتي ويا أبتي كما قال لحظ شخص إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا ينفع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني أخي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لرحمن كلها يا أبتي البداية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي سألت فيه شرد عليه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا شوف شرد عليه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية يعني طرد أمام الملأ وشوف اللطف في التعامل بين الإبن وأبوه مع الشدة مع الشدة أحسنت يعني أنا يمكن أبوي يضربني صوت صوتين عشرة بيني وبينه ما أحس بيه لكن لو ضربني صوت واحدة وقال من صوت أمام الملأ يعني لها تأثير آخر وظلم ذوي القربة أشد ملاظفة على المري من وقع الحسام المهندي سبحان الله صعب جدا يا أبو محمد صحيح مع هذا تغاضى النبي إبراهيم ليش؟ لأن من حق أبي عليه الطاعة في غير المعصية فلذل توقدها الثمر النبي إبراهيم عليه السلام وشوف اللي صار عن سيدنا إبراهيم والسيدنا إسماعيل الله ومع العلم يعني عارفين إحنا القصة كيف كانت دقيقة النتيجة هنا معكون النبي إبراهيم تلطف بأبيه رزقه الله سبحانه وتعالى أولادا برارة لكن بأي شيء أولا سبق بأنه بر بروا آباءكم تبروا أبناءكم 100% بعد ذلك الأخذ بالوسائل كما قلت أنتو ذكرت لأن العجائز كان لما يولد مولود يدعين الله ويقوم ببعض الطفيل نبي إبراهيم لما أوحله إليه بأن يذهب بزوجه هاجر وابنها إسماعيل في واد غير ذي زرع شوف الإختبار نيطان يالله توقع؟ يالله يالاختبار نعم كليوم كان عندي محاضرة مع بعض الأخوات مم في إحدى المدارس فأقولي بس نريدك تتصورين في خلال دقيقة إن زوجك خلاك في مكان لا ماء فيه ولا كلاء مم على قولهم لا أنيس ولا وانيس صحيح في مكان قفر يجب يكون موقفك ومعاك ولدك صغير ولدك صغير مم وشوية تمر أو شوية غذاء وشوية ماء وانتهى الماء وكل ما اليوم وليومين خلص الكل خلص الكل مم فهنا تذكر بعض السيار إن النبي إن هاجر عليه السلام لما أراد النبي إبراهيم أن يتركها ويذهب إلى فلسطين مرة ثانية وجام فلسطين صحيح إلى مكة فتقول الله أمرك شو في السؤال نعم 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 اليقين اه الله الله أمرك يعني هل الله أمرك تخلينا هنا قالها نعم قالت إنه لن يضيعنا سلمت انتهى الموضوع سلمت الأمر هقولهن كذاك لما تقولي كذاك ستأتين أما لما تشكين وهذا وقعت عند ناس في شركة بترول يشتغلون نفهم أن في الصحراء تعطلت سيارتهم هم هم مثلين عمانيين وعندهم واحدة جنابي نعم غير مسلم هم لما واقعوا في الموقف سبحان الله والحمد لله اللهم فرقنا إلى آخرة وسهل أمورنا وغيرها نعم هو مر يحمر ويصفر ويغطر قالوا ليش فيك قال ليش فيني خلاص حل الموت قال لا لا الأمور طيبة الله بيفرجها فترات وقانا السيارة أخرى عندهم سائل الصيارة صانوا سيارتهم روحة قال سوفت الله قل الله ينقيكم منها ومن كل كرب ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرقت وكنت أظنها لا تفرجوا لا تفرجوا سلوى شيخ ما ناخذ استراحة ها؟ أهلا وسهلا سلوى سلام عليكم السلام عليكم عليكم سلام ورحمة الله تعالى برساتك كيف حالك أسألوه كيف صحتك؟ الحمد الله بأطياب عساكم بخير بخير عساكم بخير اللي يعطيك الصح والعافية ما أطول عليكم بس بخصوص موضوع الضرية حبيت أدخل مداخلة بسيطة تفضل أي بصم من وقع حياتي صارت نعم اليوم من الأيام كان والدي يسافر في مهمة عمل نعم وفي الفترة اللي يسافر فيها توفت أحد من الخواتي في حارسيا رحمة الله علي فأمي ما حب تتوتر الوالد هو في مهمة عمل وكان يعني الوضع ما يستحمل إنه هو يرجع فلما رجع قالت له يعني خلقته يرتاح وكذا بعد ما قالت له قالت له يفلان الله عطانا أمانة والله راد أن يسحب الأمانة فإيش أنت تقول فقال الله عطى والله أخذ الله فأمي لما خبرت الموضوع كان وقعها أقل على القلب لأنه جابت له أول مثال وبعدين أخبرته وبالصال الله الله كزاك الله خير يا سلوى ومأجورين آمين يا رب العالمين شكرا شكرا جزيلا لك هنا أبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت مثل هذا القول فتزوقني بعد رسول الله بعد أبي سلمة الله الله هذه المراقصتها أم سلوى الله يبارك فيها ويكثر من أمثالها والله يخلف لهم حقيقة ويرحم المتوفى حقيقة هذا موقف يعني تكشعر منه الجلود إنساني جميل وحدثت في زمان رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام هنا الأخارة الخلفية الدينية عند الناس صحيح عند المسلمين في بيوتنا في القصص والأخبار التي يعني نقرأها نطبقها إن واحد من الصحابيات كذاك يعني خرق زوجها للغزو وكان عنده ولد مريض فتوفاه الله فلما جاءت جاء زوجها يعني باشرها ما خبرت إنه شي مستوي مثل قصته مثلها نعم فولد لهذا الناس يعني مولود النبي صلى الله عليه وسلم قال والأولاد من ذلك الولد نعم كثير منهم حفظوا القرآن الكريم الله فهذه هي حقيقة تخلي المسلم يقول إني أنا بخير صحيح ونحن المسلمين بخير بقي أن نحن نذكر مثل هذه القصص ونخبر بها مثل أن نشكرها السلوى وما شاء الله ونحييها ونحيي أمها ونحيي والتها على هذه الشجاع سلوى رافية ما شاء الله الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وتربت في بيت ما شاء الله هذه حفيدة هاجر الله هذا أقول لأخواتك اليوم نعم أنت الآن لما تتعلقي تتعلقي بالله سبحانه وتعالى وتعضعين كل ما لديك بيد الله الله تعالى ينقيك من كل شيء ويعصمك من كل مكروه ويرزقك من حيث تحتسبين وحيث لا تحتسبين وقصة سيدة هاجر خير مثال الله أكبر وعندك أم موسى أم موسى الله القصة ثانية فإذا خفت عليه فألقيه في اليمن وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُسَلِينَ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً إن فرعون وهمان وقنون لهما كانوا فرضاً فرددناه إلى أمه كي تخر عينها ولا تحزن سبحان الله ولتعلم أن وعد الله يحقه ولكن أكثر الناس لا يعلمون شفت كيف أيوة قالت لي أخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه ولو العجيب إن فرعون أجرى نفقه على أم موسى لترضعه الله وهم يعرفون أمه الراتب يعطيها لأن كان فرعون حكم على كل مولود ذكر يو بلد خلاص بالقتل أنا ورد كنت عني بحاضرة فالله كان الناس ضحك واسكدوا قالت لهم فرعون مكثبة والله كان ما بيربي ود موسى في بيت موسى لكن أقولهم في بعض الأحيان بنادم عند تصريف ويجي تصريف الله تعالى أكبر أكبر أيها وهذا اللي قال أنا ربكم الأعلى وفوق تدبيرنا لله تدبيره سبحان الله اللي قال ربكم الأعلى هو الذي رب موسى نعم وفي الأخير شوف النتيجة كيف قال له قال له بعدين قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين أستمر فرعون أحينتنا بربيلك قال له أنا أنا الله تعالى أرسلني إليك شوف القدرة الله الله ولا يقول إنساننا قادر على كل شيء أبدا ونقدر أكثر منه نعم نعم نعود إلى سيدة هاجر سيدة هاجر سألت سؤالها الطبيعي اللي ممكن ينسأل أيها الله وأمرك بالضبط يعني أنت جايبنا عن نفسك والله أنت بشر نعم نبي لكن هل هناك أبدا مأمور أنت ولا لا قال لها أنا الله أمرني قالت إنه لن يضيعني سلمت خلاصتها ماذا قال النبي إبراهيم بعض الناس ها شباب كيف الصلاة قال الصلاة عادي لا حبيبي ما عادي عادي الصلاة يا جماعة تقوم عليها الأساسيات في البيت النبي إبراهيم عليه السلام قال لطل الله في سورة إبراهيم أولاً ذكرنا بنعمة كثيرة هم أنا كنهم بيا شباب يعني المفروض اليوم الحين كل الشباب يسمعونها يكون عنده مصحف يقرأ يتابع معنا كراءة القرآن بو محمد تعطيك يعني دافع إيماني قوي عظيم صحيح وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله تعالى ذكرنا قبل ناس كفروا نعمة الله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء معه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجريه في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لا ظلوا مكفر ثم قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن بيت الحرام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام شف الدعاء جميل رب إنهن أطللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة هذا هو الهدف هذا هو الهدف فهذا هو المفتاح لما أقيمت الصلاة في البيت العتيق نعم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم شوف اليوم وارزقوا من الثمرات لعلهم يشكرون شوف اليوم النتيجة أنا أريدك بس لما تروح الحجم ومحمد كل المستمعين المستمعات لما يروح الحجم أو العمرة يجدون أن تتوفر مأكولات بأنواعها ومشروبات من أنواعها دون نفات يعني لا تنفد صحيح حتى وإن وصل عدد الحجاج أو المعتمرين إلى عدد كبير لم تكن ربما موجود في كثير من بلاد العالم ثلاث ملايين أربع ملايين يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه سبحان الله حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه من تحت أصابع إبراهيم أصابع ولا سيدنا إسماعيل أعفوان إسماعيل سيدنا إسماعيل وهو يضرب ريوله عطشان نعم وصارت أمه ماشياية إليه يومك ترى تطالع عشان يمين وإنسان شوفها طبعا شي قوم جايين أحسنت لما نبع الماء استدلوا بعض الناس على بعض الطيوب قبل تجورهم وسكنوا قبل تفاجأوا حتى لأن هذا الماشين يائين عارفين المكان من وين يه الماء فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرهم دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام هذه هي الاستجابة الفورية من الله سبحانه وتعالى هذا انتخلاف في سورة الصافات لا تستغرب إن رأيت إن إسماعيل هذا الذي في هذا الموقف مع أمه هاجر وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يسعدوه ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم شوف التربية شوف الأخلاق أخلاف أنت لا تستغرب كيف هذا الطاعة هذه هي القصة ربي هب لي من الصالحين هذا دعا من سيدنا؟ إبراهيم إبراهيم نعم فلما بلغ ربي هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى يخاطب من؟ يخاطب سيدنا أسمعي أنت تتوقع هذا الكلام؟ يا الله تتوقع؟ لا ويعني بعد ما الله سبحانه وتعالى رزق الذرية وهو كبير كبير وكان يتمنى وعاد وصله مرحلة أن الولد هذا خلاص قوي بالضبط وساعده في البناء إنك توصل إلى لحظة يعني علي قولهم ساعد الأيمن تقول لي ذبحة ذبحة إن هذا لهو البلاء المبين أبو تعال قال نعم إن هذا لهو البلاء المبين فلما بلغ معه السعية قال يا ابني اسمعي بعض الكلام يا ابني هذه وحدة يعني أسموه طبطبة يعني الأولاد من اللطايف أنت الآن لما تجلس مع أولاد صغار يا أولادي يا أبنائي يا أبنائي يا أحبائي تجدهم منهم وأنا هذا أريد أقول للمعلم يقوي يدخل الصف نعم للمعلمة يسمعون أكيد الحين نعم أريد أقول للمعلم في المسكد لمعلم القرآن أقول للناس جميعا بأن يشعروا الناس الصغار بأنهم أبنائهم وأن الناس الذين أكبر منهم كآبائهم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس عندما يعلمهم قال إنما أنا لكم مثل الوالد وعلمكم أمر دينكم أنت لما تحس أن اللي علمك كأن كنوبوك كنوبوك تسمع منه والطيعة أما إذا كان بينك وبينك فجوة مرة دخلت مدرسة وفي غرفة الإدارة بعد ما ألقيت الكلمة في الطابور قالي ولي أمر يقول لي الأخ سالم يقول لهذا التلميذ يعني يرفض دخول الصف عندما تكون المعلمة الفلانية هناك يقول أمه ميتة اتربي عمته الحمد لله قائمين بواجبة يتيم هو يتيم له وقائمين بواجبة لكن كل ما جئنا به إلى المدرسة يرفض رفض الدخول في الصف والسبب حيانا معل سبحان الله يقول له رحت وإشتريت هدية مع حسابي وقلت له يا أختي العزيزة أعطي هذا التلميذ هدية كأنها من عندك قالت مارد لا إله بالله لك كي أنا صغيرين والله أرتاح لما أروح أعلم أقول للمعلمين أغبطكم قالوا هل يشتغبطناك توقفوا كمي صغيرين هيا فراءة الطفولة الله الله أنت تعلموا ميلكة ما يجلك عند الله سبحانه وتعالى كم يعني أنت هذا ما يوصف بالضبط فلذلك هنا قال يا بني إني أرا في المنامي رؤية الأنبياء حق نعم أني أذبحك فانظر ماذا ترى شف ايه اختبار ويعطي أيضا يمكن يبي يناقش مشورة نسمع يلا ما أخذوا نعطي أخذوا ما ينفع ركب الوي ركب الوي مثل يازر أيام زمان حيد اليازر ثور بمرطح عين بعض الناس كداك يبقى يش اسمه شربوا العصا بالضبط لا أنا أبوك ولا أنا الأكبر ولا أنا مديرك ولا أنا مسؤولك ما في من ناقش ما ينفع خف علينا أبوي نزين 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 يا أبتي يا بني إني أرا في المنامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي سمعت را سمعه يا بني أيها مثل أنت ما قلت أول في بداية الحلقة بأن لو قلت واحد سلام عليك أو نظرت إليه بوجه طلق ومبتسم كنت بيقولك فضل تغد علي الحساب الله أكبر وضرب برياني مفلاش زين بدل ما تدخل مبر من المطعب صح قال يا أبتي فعل ما تؤمر شوف الإجابة ستجدوني إن شاء الله من الصابرين الله الله يقال أن هنا الأبن طلب من أبيه بأن يخلي وجه مقابل الأرض عشان ما يشوف عشان يقول لك ما هو خايف لا عشان يقول العلك يوم بتشوفني بتأخذك الشفقة فما بتأديه ما أمرك الله بك سبحانه يعني يعني ما يتصور الإجساء أي عظمة أي عظمة يعني لو لا القرآن الكريم ذكرها بتقول أنت كلام هذا سبحان الله ما داخل عقلك القرآن الكريم لا مجالة طبعا يشك طبعا في الظين فهنا أسلم الجميع أسلم الأب وأسلم الولد أسلم الأب وانقاض لطاعة الله الأب وانقاض الولد لطاعة أبيه في طاعة الله لأن طائعة الأب ونعادم الله من طاعة الله وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين حسنا هنا في الطاع وبالتالي لا مجال إلى أن الإنسان يعني يمتنع نعم تخيل تخيل معي شيخ ومن يستمع الآن هذا الموقف الإنساني الرائع أب ماسك سكين يذبح من ابنه فلذلت كبده الله يعني وابن مستجيب مستجيب للموت يا الله أي موقف هذا لكن تراجأ هنا أيضا نبو محمد من اتقى من اتقى الله كفاه الله ولم يتقى الناس كفاه الله معونة الناس ومن اتقى الناس ولم يتقى الله يعني خذله الله سبحانه وتعالى صلت الله عليه الناس وخذله الله لما اطيع الله يطيع كل شيء وصلنا إلى هذا الموقف خلاص الآن الاثنين مستسلمين أمرهم لله سبحانه وتعالى وما أسلم وتله للجبين حسنا نوضع يده يا رب وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية نداء نداء من الله رباني خلاص الرؤية صدقت أنت صدقت ونفد وفديناه بذبح عظيم أنا أقول للإخوان يوم يوم قبلت هذا في برنامج لطايف لما نذبح لوضحية أول شيء نشفق عليها طبعا ونعرف نعترف أن هذه من فضل الله ساقه الله إلينا تكريما لنا وتفطيلا صحيح عليك كذلك نعم نتذكر هذه القصة ليش أنا كأب ليش أضحي أتذكر ليش أضحي وهيش ثمرة هذه العمل أنا كابن وأنا حاضر بعض الناس ما يحضروا والآن أصبحنا للأسف تكاليين ودوا فلان جيبوا فلان وانت 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 و قال الله نحن نخاف نتأثر ونتخيس نتخيس دم وبالتحيد يعني بعض الشباب فيهم مضفور طويلة بعد نوبة ويخافوا أن يدخل الدم معنا ما أقول شي دو زين زين شغل حابنا أيضاً يشرقنا المستمع وإذا في تعليق على هذا الموضوع قضية الأب الطايع لأمر الله سبحانه وتعالى والابن المستهجيب الله اثنين اربعة ستة تسعة ثمانية واحد خمسة واحد والدولي صفر صفر تسعة ستة ثمانية اثنين اربعة ستة تسعة ثمانية اثنين واحد ثمانية ورسائل نصية القصيرة تسعين خمسة واربعين ستة من الواجب نحن نشوف خليك من هذا خليك منهم لكن من الواجب نحن نشرف على الأضحية والأضحية نشرف عليها نفسنا ونختارها الله تعبدنا بها نبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فملحين وذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام وفي الحجة الوداع نحر ستين بدنة ماشاء الله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ثم ترك الباقي فنحر الإمام ويقول لك ضحى عن أمته عظلنا أم مئة تقريب الله فستين ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فهين الرابع لذلك يعني يعني وهنا ذكرتني أبو محمد بشي حقيقة بعض الإخوان قال ضروري التنبيه عليه وهو أن قاموا يتلاعبوا الآن الناس عند الذبح يذبحون شوية ويصورونه ويتركونه الذبي حتمشي وهذا في تعذيب نعم لا يجوز ولا يجوز التصوير ولا يجوز هذا الصنع وربما من يعني ربما من شاهد ربما هذه المناظر ما من معانا الشيخ وربما ما من معانا وهذا بيقرح المسلمين أنا أتكلم عن المسلم عموما صحيح طبعا طبعا بيقرح المسلمين ويلات الله لأن بيوصف المسلم بأساد دنا اللي قال بالعذاب لماذا نحن نحن لا نظهر للناس كل معانا الرحمة الله والشفقة والإحسان كما أمرنا الله وهذا من ديننا كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فلا يجوز شرعا التمثيل بهذا ولا يجوز استخدام أي وسيلة لإماتة الأضحية أو الذبيحة بغير الطريق المشروع الذكاء الشرعية معروفة طبعا ويخطع الحلقوم والوديقين والمريء وتركها حتى تبرد أولا أماء أماء يعني أجيب ثلاث أربع أشوفا بعضها بعض أكيد لا تذبحها أماما يعني صاحبات بالضبط بعنا سعود سعود سلام عليكم وعليكم السلام الله خالد كيف الصحة أساكي بخير إن شاء الله كيف صحاتك الله يعطيك العافية الحمد لله إن شاء الحديث الشيخ هذا والضيف الكريم هذا شيخ سالم دايما يمتعنا وإحنا تلامذة معاه الله يسلمكم إن شاء الله بارك الله فيك تفضل تفضل أخي سعود والله ما فيه أنا بس حبيت أخدم يعني كلمة شكر لك والشيخ سالم جزاك الله خير وأيضا هذه نعتبرها دعوة لكل الوعاظ وكل يعني المشايخ اللي معانا إن يكونوا بسيطين في الأداء ومقنعين نعم وقريبين إلى القلب وهم كذلك الحمد لله وهم كذلك يعني طبعا الشيخ سالم عندنا همي فصور يعني للشعبية كبيرة صراحة فصور متابعين له نعم منصور عاد أكثر من دعوية لنا فصور ما عرفوا الشيخ سالم كيف قدوله نعم نمشي له إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أخصوه فأيوفد وأشكرك لك خالد أنك دايما تتحفنا مثل اللقاءاتنا مع إحنا كمستمعين مع الشيخ جزاك الله خير ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق الله يبارك فيك ويسلام ورسالة لكل لكل من يريد أن يقول كلمة طيبة أن يكون بسيط وقريب من الناس إن شاء الله ويتواضع مثلكم ومثل الشيخ بارك الله خير وهم كذلك وهم كذلك الحمد لله أحبين أن نحييكم بس فقط الله يبارك فيك يا سعود الله يحييكم مستمتعين شكرا جزيلا لك الله يعطيك العافية والتحية لكل المشايخ وكل الوعاظ وكل من لهم هذه الأدوار الإيجابية الحقيقة في وكلهم في ميدان بالضبط إذن وصلنا إلى اللحظة الحاسمة لحظة الذبح لكن جاء النداء من الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنه كذلك إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فأصبحت هذا الفداء يعني علامة أو تعبد في يوم العاشر منذ الحجة إلى أن تقوم القيامة شوف الدرس هيتصبح هذه الرؤية وأيضا دعوة إلى أن الناس يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحرون ماذا بعد هذا الموقف بعد يعقوب يعقوب نعم نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل حال يا ابو محمد بخير عساك بخير إن شاء الله بتي بصحتك بخير الحمد لله اللي بارك فيك بخير اللي بارك فيك نور هذا نوركم انتفاكها طيبة في الإعلام بارك الله فيك من لطفك الله يسلمك من طيب أصلك الله يبارك فيك ورقة فيك أو أنا من محبيينك ومعجبيينك ودائما يعني نعنى جزاك الله خير. جزاك الله خير اخي يعقوب. الحياة شوق ومحبة للشيخ سالم. طبعا. الله يبارك فيك سيدي ابو يوسف. الشيخ سالم كيف الحال? الحمد لله طيبين نشكر الله تعالى. الحمد لله. انا قول ابو محمد قبل صالح قولنا كانهم الرابع يتغدون من يخلصون ويجي الخير. اه. حياة كله. تفضل اخي يعقوب تفضل. الله 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 يسرق بس بالنسبة الشيخ سالم. اهمر سيدي. الموضوع الحلقة موضوع طيب. بس معنا في بعض ال 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 توزع. توزع ولكن احنا نلاحظ في في المجتمع العربي بشكل عام. ان ان الاضحية كل واحد يعمل اضحية ببيته. وخلص موضوع الاضحية. بيأكلها الروحة. بيأكلها الروحة. هي لازم ان تقسم. طبعا. طبعا. الله وفضلك يعني انك تفهم المجتمع عن قضية هذا الموضوع. حل سويناها استاذ في برنامك لطايف. صحيح. جزاك الله خير يا عقوب. جزاك الله خير لهذا التنبيه. شكرا. الله خلا. حبيبي. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك. بارك الله. الله يحفظ لك. شكرا جزيلا. يعني هذا امر كثير مهم وربما الشيخ وربما ايضا سماحة الشيخ تكلم عن هذا الموضوع وتحدثه. انا ان شاء الله عندي امل ان نفرد كتاب صغير ولو صغير. جميل ليش لا ليش لا. العيد فقط. نعم ونتمنى حتى وهذا ايضا دور جميل حقيقة ومقدر للاخوان في وزارة لوقاف. يعني قايمين بهذا الدور. وشيء اضا مذكرات. بالضبط احسن. هذه مهمور. وواضح الان حتى للمجتمعنا شوف احنا يعني من ضمن الاشياء اللي نعرفها احيانا ياخذ له ذبيحتين. نعم. ذبيحة هذه محطوطة للاضحية. الله. معروفة. والذبيحة الثانية هذه للشواء وللمشاكيك ولغدارنا ولعشانا وكذا. صح الشيخ؟ كذا. هذه معروفة. هي ترى الاصل في الاضحية ان تقسم ثلاثة. نعم. للادخار وللأكل وللصدق. بالضبط. بالضبط. لكن في بعض احام بو محمد العوائل كما تفضلت انما ما تستكفي. نعم بالضبط. لكن لا ينسون الصدقة. جدا وهذه من الامور الهمة وهذا هو الهدف من من الاضحية اساسا. نعم. وهذه جات من سيدنا. من سيدنا بذبحا. بذبحا عظيم. الله. نعم. فعاد مشت هذه اصبحت سنة الى ان يقوم الى ان تقوم الساعة. وبالتالي نعلم مسلمين ان يتذكروا ويتذكر اينا الطاعة. نعم. ان يكون يوم العيد ان يطيع الولد اباه. نعم. وان لا يعصيه. كيف يعصي الولد اباه في يوم يتذكر فيه المسلمون طاعة النبي اسماعيل مطلقة لابه ابراهيم. يزعجك احيانا يكون معك واحد خمس صلوات. ايه. في المسجد. خمس صلوات في المسجد. وفي الاخير تسألت. تقول لي كيف حال الوالد بحسنية تسألت. تقول لي كيف حال الوالد. اه يغدى احمر اخضر ازرق. قال متزعلين انا والدي متزعلين. بس انا موقي معك هنا في المسجد. انا اصلي. اني موجود معك خمس فروض موجود معك. محمد ثلاثة لا ترفعوا صلاتهم فوق رؤوسهم شبران. كناية عن عدم قبولها. يا الله. امام اما قوما وهم له كارهون. ما يبوه. ما يبوه. كيه. يركبها وهي ترغو. بزور. اه. وامرأة مباتت زوجها عليها غضبات. وهذا النوب بالعكس. نوبها وقاتلوا. الريالنا بايت وزوجتها عليها غضبات. اه زعلان. يعني بعض الشباب وخلونا كلها على الحريب. ويسون عماره. اه يسون عماره. اه يسون عماره. اي بس كلا بعض. انزين. يسلم عندنا بنات حواء. وهذا الثالث. واخواني متصارمان. اي متخاصمان. فكيف. فكيف بالاب وابنه. يا الله. هذه ما يعتبونها. لان من المفترض ان يزعله. عياذ بابا ولا عاد. ام. اذا كان بين الاخوة. الاخوة حتى في الدين. وفي النسب. ام. تطلق الاخوة في الدين وفي النسب. لا اله لها. فهم بابا ولا عاد. والعياذ بالله لو كان خاصم والده. لذكر هذاك. لان العبادة الله تعالى. اذا كان انسان عاصد. يعني لا يدخل جنة عقل لوالده. لا اله لها. الاصل ان المسلم يدخل جنة. الذي يعمل الصالحة. ما الذي منعه من دخول الجنة. انما هو عقوق وهو ليبي. معناته اعمال الثاني الصالحة ما فانته. والدعاء المعروف عندما تموت الام. صلى الله محمد. الدعاء. معروف. يقول لك ماتت التي من اجلها نكرمك. الله. الله. يسوي لحين اللي. الله. الله. اه? يعني تخيل كيف التعاة? الله. ما. صلى الله عليه وسلم. تتذكر في رمضان اللي متصل فينا. يعني كانت جات لنا مكالمة. ايه. تتذكرها. اللي زعلانة توقع على ابوه ويطلب ان يطلق امه. ايه. هذه. تخيل. صلى الله عليه وسلم. لا الله محمد رسول الله. الزين. اشي المكافأة لسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. خلاص. سيدنا ابراهيم صدق الرؤية. جاب ولده. جاب ولده. سنسكينه. وصل. انفداه الله بذبح عظيم. بذبح عظيم. ايه. قيله الله على انزل كبش. من الجنة يقال. او من السماء. نعم. فذبحه. نعم. انذبح ذك الساعة. ايه. فنجى. 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 نجى سيدنا اسماعيل عليه السلام. نعم. ايش مكافأة سيدنا اسماعيل الابن الان. مكافأة الابن اسماعيل الان. انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. ايه. الله. واذكر في الكتاب اسماعيل. انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وكان يأمر اهله بالصلاة. ايش يأمر اهله بهيش يأمرهم. بالصلاة. والزكاة. وكان عند ربه مرضية. أظن هذا شهادة ما بعدها شهادة لن يصل إليه أحد من الناس شوف يؤمر أهله ترى هذه رسالة للجميع وكان صادق الوعد وعد يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما وعد هذه النتيجة نجاه الله ثم مدحه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية مكالمة السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم السلام ورحمة الله عليك كيف حالكم الله يعطيك كيف حالك بخير عساك بخير الشيخ تمام الله يعطيك والله أريد المسألة عن كان تفضل كان الله يبارك فيك يعني كنت صغيرة أبوال وعزم الوالد يعني يرسلني مكان نعم يرسلني مكان يعني وقام منص الليلة مم و جود على حماره وشلني وقطني فوق الحمارة مم كانت الوالدة تقول لي يعني الحين منصليل وهذه جاهل حين تبارك حاج عندي مم ما حاج عندي يعني كم عمرك تتذكر في الليل تتذكر كم عمرك يعني يوم ثلاثة عشر ثلاثة عشر سنة نزين ايو وقال للي ربي حاصلني في بطنك لحظه اللار سبحان الله نزين سبحان الله الحد هو شوية عنها مسافة وقالها رجال كبير طويل في الطريق بلما لحقت لما لحقت يعني هزعت مني مم فرقت كان كان اقول لي من انت جن ولا انس ولا ملك ولا ايش يمشي وكاننا مشلول فوق شي نزين نزين كل مشلول اقول لي فوق شي يعني كنا راكب هو قنازة وهو لابس جاشي بيضة ومغطرة ويجي نكتاب يقرأ الكتاب لكني ما صنعه والله مشيت عندي حوالي مسافة وانا اتكلم عليه كان ينزل شي في قلبي ما شوف يقول لي هذي يبيع من الله دعاله بسك مم رح الله كان كان عندي قلت الحنظر يا رب العالم كان عندي مسافة يعني حوالي يعني ثلاث كيلو بعدين شبت الناس يعني كذلك الصبح 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 واللا عيني من الرقل بعدين ما شوفته ما شوفته هي الصفة هذي من دعوات الوالد قال لي قال لي بس causa سبحان الله قال لي ايه نعم 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 ما ما يعني من دعوات الوالد ولا شيف. نسأل الله العفو والسلامة كيف الوالد ما زال حي والله متوفى. لا متوفى. متوفى. رحمة الله. رحمة الله والرحمة والمغرب. انا ريال عدت يعني كبير عدت عمر حوالي ستين سنة ازيد بعد. ما شاء الله عليك. يعطيك العالف يعطيك العالف. بعدين اقول لك بي اسألك اه يعني بعد قلتني يعني الرب سبحانه وتعالى. يعني بيني وبين ربي. اقول لرب يا باشوف النبي يوسف. كان لجيتي ولد ما بطول عليكم. بعدين قلت يا رب انا ريت ولد ما اصفت منه. اصفت منه. بعدين حين النبي يوسف لما ذاك اسم ابوهم ارسلهم يعني النبي يوسف قبض اخو عندي. بعدين ارسلهم ابوهم يعقوب. زحيح. كانوا متحسسوا من يوسف باقي. لا تأيسوا من روح الله. المهم اللي اخر لاي. انا جيت يوسف كبير. واني كنت عنده. كان يوهم ما قالوا السلام عليك. قالوا لي يا ايها العزيز قد مسنا الضر. واهلنا. واجينا لبضاعة المسجات وتصدق علينا. اوفي علينا للكل وتصدق علينا. ان الله يجد المصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه. وانتم جاهلون. يعني احوار لنا خلاي بين يوسف واخواني. صحيح. صحيح. واني عندهم. واني نايم يعني ما امشي كذي هذي. لا مارد كذي. في نايم. بيكون يعني اباس على ما لا يا هيتف. نعم. ما يسألون عن اخوهم. بس قالوا احنا في القراءة يعني ونبض نبض نبض تصدق علينا. وتساعدنا. يعني بنادم. يعني ابوهم مرشله متحشوا عن يوسف. وهو اللي قابلنا. اخوه يوسف قبض اخوه. وهم ما يمسألوا عنه مرة ثانية ومرشله وابوهم. نعم. قالوا يناب وقعت المزجات. الصدق علينا. يعني ما عارفين قبلهم. ما عارفين. صحيح. لا ما عارفينهم. ما عارفين. لكن ما اسألوا عن اخوهم. هذا. بن يمين. بن يمين اخوهم. نعم. يعني لا اخذ يوسف روعة. نعم. لكن ما اسألوا عنه. نعم. يعني اسألوا عن الفقر والكيف الدنيا يعني. عن احوال الدنيا. مساء الله العفو. حتى ان هو رجع عليهم لما قالهم هل علمت ما صعttكم يوسف. نعم. واخيه انتم جاهلون. انتم جوداء. قال لأ workshop. الله الله الله. اختي غزا stuck الله خير. خزاك الله خير. ودعول الوالد. دعونا بالمغفرة. دعونا بالمغفرة. مشكور 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 شكرا يزينا لك يذكر الموقف وهو يعني ما قادر حتى يقوله مسكين ما قادر يقوله ايضا ايضا ترى في قصة سيدنا يوسف عبره عبر مو عبره بعد ها يعني كيف هذا التعامل مع الاب وكيف لم تتكرر في القرآن عظيمة تحتاج إلى جلسة ومحتاجة إلى حلقة كاملة الحقيقة فاصل ونرجع نتواصل إذاعة الشباب من سلطنة عمان إذا كان عندك أمنية واحدة تريد تحققها يا ترى وش ممكن تكون؟ رح أقضي إجازتي مع أهلي في فندق فخم أخذي السيارة سريعة وانطلق فيها أسافر لمدينة أحلام أتسوق لي على كيف كيفي مع جوائز ماي شويس من البنك الوطني العماني تقدر تسوي كل هذا وأكثر بعد جمع نقاط ماي شويس عند الشراء باستخدام بطاقات الخصم والاعتمان من البنك الوطني العماني واستبدلها لدى أفضل الفنادق وشركات تجير سيارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى ذلك استمتع بجوائز كبيرة عند التسوق برنامج ماي شويس من البنك الوطني العماني اتصل على 877-077 وسجل اليوم تطبق الشروط والأحكام دوما لك الحمد يا رب والصلاوات دوما لك الحمد مدقة النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلاوات دوما لك الحمد مدقة النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك النجوة في الدمع في الدعوات من يكشف السوءات من يزل الرحمات دوما لك النجوة في الدمع في الدعوات من يكشف السوءات من يزل الرحمات ويجيب مضطرا في أحلك الساعات فلا أنت راحمنا يسمع الدعوات دوما أملك الحمد يا رب والصلاوات أملك الحمد ما دقت النبضات هل أنت خالقنا تدعو لك الأصوات تبقى لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوما لك الحمد يا رب والصلاوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات خذ وهاد الحياة خذ وهاد الحياة أخذوا عطا والعطا من أرقى الوسائل لتحبيق الرضا الحياة أخذوا عطا أخذوا عطا الحياة خذ وهاد أخذوا عطا الحياة خذ وهاد خذ وهاد مع الشيخ سالم النعماني وخالد الزجالي في اليوم سبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا خذ وهاد خذ وهاد عبر أثيري إداعة الشمال تحيا لكم جميعا ساعتنا ثنتين وعشرين دقيقة يوم إجازة لكثير من الناس نتمنى لهم إجازة ممتعة وسعيدة واللي طالع رحلة واللي يغدي أولاده في مكانا ما واللي طالع إلى رحلة واللي رايح عند الأهل نتمنى لهم كلهم دروب السلامة بس خلوا بالكم في الشعرة وخلينا حيي تحية كبيرة لبدروا أمثالة من الشباب الرائع في أي مكان الحقيقة في المستشفيات في الحدود لا نسوى الصحراء الصحراء شبابنا الرائع الله 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 الراقين الحقيقة في أي مكان الطيران طيران نعم يعني موجودين وعلى راس أعمالهم ويؤدون هذه الخدمة الجميلة والراقية والرائعة فلهم أكبر الحقيقة تحية شخص عالم النعماني رغم الإجازة لكن موجود معنا وما قالنا والله اليوم إجازة وما بيكم وسووها يوم أحد ولا يوم أثنين ولا غيرها فنحييك يا أبو محمد الله يحييكم بارك الله فيكم وفي المستمعين الكرام والخوات المستمعات يميعا ونصد الله تعالى قبول أعمالنا وإياكم عمين يا رب العالمين ذكرنا اليوم ونحن نتكلم عن الولد الصالح ينقطع عمل ابن آدم إذا مات إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الله ولذلك حث الإسلام على الزواج كي يستمر النوع الإنساني نعم ويكثر الناس لعمارة هذا الكون العظيم عليه الصلاة والسلام يقولك كاثروا نعم فني مباهن بكم الأمم يوم القيامة نعم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلهم في الأرض خليفة هذا الاستخلاف الطلب مننا أن نستمر صحيح في بعض الدول سمعت أنه وقدوا الآن فئة الشباب يعني أصبحوا الناس الآن أعمارهم من ثلاثين أو من أربعين فما وقف ما شي صار على قد شيئا ما شبزورة فهذه مشكلة أعادوا الآن إلى لملمة أوراقهم مرة ثانية فالحمد لله المسلم مستمر صحيح لذلك الدين الإسلامي تعالى الزواج من السنن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغضوا للبصر فمن لم يستطع فأليه بالصوف إنه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني قد يتساءل بعض هل الغرض من الزواج إنما هو قضاء الوطر هذا نعم الغرض منه قضاء الوطر لكن لا يتوقف عند هذا الحد وإنما طلب الذرية صحيح ولذلك ولذلك تجد الإنسان الذي يبتلى بعدم وجود الذرية يبذل أموال طائلة للعلاج والفحص وهو وإلى آخر وربما فتجد أن مرة دخلت أحد الأخوات في بيت في تلك الغرفة طفل صغير وهي كانت مسكنة لا تلد فحملته ويسمعوها أهل البيت يعني حملته بين يديها وتقول يا ليتني عندي مثله الله يا ليت عندي مثله فلذلك مرة دخلت بيت أحد الأخوات فوجدت أكبر جدة وأصغر حفيد ما شاء الله فقدت الحمد لله على نعمة الإسلام تحت سقف واحد وفي غرفة واحد يجتمع الذرية والأصل وأصل الأصل يعني فرع وأصل وأصل الأصل وهذا من نعمة الإسلام يعني الترابط الأسري والتماسك والتماسك نعم نعم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا عشان ليش أقول لك الآن احنا 22 و24 دقيقة من يسمعنا الآن في السيارة أسرة رايحة لبيت العود لا أذكر بيت شيابة لا أذكر ويجتمعون في بيت واحد نعم وغدى واحد وألفة لا هذا السبوع بعد السبت ما بروحته بروح الدوام ما بروح البلد لا تخليني أنت تروح تسيل الدفع وانا بروح هناك يا الله عصر مأجور مأجور شيخ نعم نعم ما تقولوا لي مأجور أقولكم شهر ومفوت غدى الأهل إنسان فهنا يذكر دكتور إبراهيم كندي كتاب جميل عن الزواج في الإسلام نوجهه لتحية طبعا دكتور نعم الله يذكر بالخير آمين يقول الزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الدين الإسلامي عناية فائقة هذا التراوض طبعا هذه السكنة نحن بقى لشباب ليش ما متزوي قال بعدني ما أريد أتحمل مسؤولية أفا 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 يا أبو محمد أفا أه قال لك ما أقدر تحمل مسؤولية وبعدني صغير أما الزواج فهو سنة المختار وآله وصحبه الأطار إن كنت من إخواننا تزوقي لتحرز الدين من التعوج فالكلام في الزواج حقيقة وفي موضوع الزواج بس أيضا رسالة شيخ أيضا رسالة تراه أبو محمد كل شيء له غرض كل شيء له رسالة يعني الإسلام لم يترك الأمور هكذا يعني مقرد رغبات أو نزوات طائشة وعاطفة أو عاطفة تثور ثم تخبو لا تستمر ولذلك العلماء يسمون عقد الزواج من العقود المؤبدة ما يجوز الإنسان يتزوج لأجل يطلق ابنية الطلاق والعياذ بالله صحيح أو عشان يطلق يعني لعن الله هو التس المستعار الذي يتزوج صحيح عارف أنت صحيح عن مسلة التحليل بينه وبينك بينه وبين بدأ عندي قصص وأخبار لا حوله لا قوة الله مرة يعني الناس كان يعني يتفخرون بكثرة الأولاد من البنين والبنات لأنه يقول لك فلان لم خلف فلانيين ما مات صحيح ما يعتبر ميت يعني مستمر حياته هكذا خاصة عند الصلاح يعني يقول الأمم تحرسوا أشد الحرس على تكثير سوادي أفرادها بتخديم حوافز مشجعة من إعطاء مكافآت شكعية للمراكز الولادة وينقل عن بعضهم يقول إنما العزة ولي الكاثر الذي العزيز يعني يكون معه مجموعة متذرية مرة دخلت على إنسان ما شاء الله أبو محمد عند 42 ولد وكنا في المجلس كالحين ودخل واحد وطولوا السفرة وقابوا صفرية زيادة كنا في وقت العشاء فقلتوا ما شاء الله هنا يشتغل فلان مرة يقولي في الديوان مرة في شركة فلانية وكلهم موظفيين وكلهم منها وكلهم أصحاب صلاح وكلهم أصحاب صلاح وكلهم أصحاب صلاح يقول هذا الواحد من الأولاد خاص بس يسوق بالسيارة ودينه هنا ماريد هكذا ليش؟ لأنه بالتربية بس أجيب أولاد وانتبه لهم أجيب أولاد وربيهم ووزعهم لا مش شارع ربيهم وبعدين يكون عبء عليك وعبء على مجتمعك وعلى بلدك اسمعي شي يقول لأحنا ابن قيس يوم واحد يدخل على معاوي ويزيد بين يديه وهو ينظر إليه عجابا يشوف يزيد فقال معاوي يا أبا بحر ما تقول في الولد يعني يثنى على ولده فقال يا أمير المؤمنين هم عماد ظهورنا وثمار قلوبنا وقرة أعيننا بهم نصول على الأعداء وهم الخلف على من بعدنا هاي الأولاد صحيح والنار السمر تخلف أرماد أحيانا قمر ما أعرف بعدك لتخلف أرماد فالأولاد في شي ثاني على ذكر كثرة الأولاد ماشاء الله أحيانا يسئلون واحد يقول لأ ولدك الفلاني فأيصف قال له ما أعرفه ما حيدا في أصف وهو في المدرسة يسأل عن ولده أو مطلوبة حيانا يمكن ولده مسوي شيء يبقى يسئله يقول له من هو ولدك قال ربما تذكر اسمه قال عندكم محمد ولا أحمد ما أعرفه أي واحد في يوم ماشاء الله قالوا لي في أصف قال ما أعرفه في أي صف فهنا لا يعني ما تبقى أولاد وتخلي شارع ربي أنا زافرت إلى أفريق فوجدت إنسان عماني طبعا نعم عنده 22 ولد من أم وحده ماشاء الله كلهم أشقاء ماشاء الله يدرسهم في القزائر على نفقة الخاصة مالله عنده تجارة عنده تصطير الأخشاب في كلك المنطقة مالتها في الأولاد نعم ما يحتاج عمال صح صحيح هكذا أما يربشوني ويربشوا مجتمعي لا وما دير بالي عليهم أنا مرة هذا مقصر واللي يقصر في العشرة بيقصر في الواحد الله أكبر أنا أسمع واحد هذا سمعت الحقيقة في حديث يقول لك يعني في حديث ذاعي يقول لك واحد جاء يسأل واحد من الصالحين يقول لك انصحني يا أخي أنا بربي ولدي قال لك كم عمر ولدك قال لك قال لك شهر قال لك شهر فاتتك تربيته قال بعيد شهر شهر دوه وعد فاتت تربيته قال لك فاتتك تربيته هذا التربيه يقول لك من أول يوم ينولد الله من أول ومن قبل هذا موضوع آخر يعني من حقوق الولدي هناك حقوق للولدي على أبيه قبل أن يتزوج بأمي هذا اللي بغينا نقوله وبيجي الحير نعم الأمور أن طالما أنا وأنت والأخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا الآن يشعرون بهذه الأهمية فالمبادرة حقيقة بالزواج أنا أدعو إليها نعم وتيسير هذا الأمر وسنتحدث عنه لأن المسلم بل الإنسان عموما يوم من الأيام كله منه إنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله نعم نسأل الله حزن الخاتمة لنا ولكم آمين يا رب العالمين فمن سيبقى يعني البلد بل الأرض تحتاج عمارة صحيح هذا مثل التناوب هذا اليوم موجود بكرة آخر يخلف وهكذا نعم فلابد هنا الحرص على الزواج وتسهيل أمر الزواج أيضا تسهيل أمر الزواج وحقيقة كما ذكرنا أن حقوق الولد تبدأ من قبل لا يتزوج قبل أن يتزوج مثل اختيار الأم ممتاز جاء رجل نعم إلى رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن ابني عقني أنا رجل ورني ولدي قال إن ابني عقني إلى عمر عفوا لم إلى عمر إلى عمر صدنا عمر مخطاب رضي الله نعم نعم فعمر مخطاب نادر الرجل الولد قال لماذا عققت أباك قال يا رسول الله عقنيك صغيرا فعققته كبيرا قال كيف قال أمي أم أمي فزنقية لمقوسي أم وأما وسماني جعلا جعلا أبو يعالى أو خفزانة ولم يعلمني من الكتاب شيئا يعني ما علمي شيئا لا فرآن ولا حرف وقال يطالب بالحقوق لكن هذا لا يعني أن بعض الناس يا أبو محمد أباهم يقصروا فيهم سبحانه قصر ما يقوموا يعاقبه أو يقول للناس أن أبوي قوم صغير ما رباني ويستاهل الحين ليسوي فيه يمكن ظروف محيطة إما جهل وإما فاقة أو عوز أو قلة ما في اليد وكاد الفقر أن يكون كفرا أو اشتغال أو أسفار بعض الناس وتعطي عذر بس أنك أنت أنت تعرف أيام زمان كان واحد يغيب عن الوطن عشر سنوات خمس سنوات ست سنوات بالضبط حتى بدأت الحمد لله رب العالمين نهضة المباركة وتسوأت الأمور عادة ناس بالضبط يوسف سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا يوسف الرديني الحال لك الحمد لله الحمد لله عساك بخير نوري البرنامج نوركم نوركم الله يسلمك وما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم سليننا بمواضعكم الحلوة والهاتفة بارك الله فيك نتمنى إن شاء الله أن تكون هاذي يزاك في ميزان حسناتكم إن شاء الله آمين جزاك الله خير بإذن الله أن تكون ميزان وحن مستفيدين منكم جزاك الله خير العفو العفو وكلكم أساتذة وحن نتعلم من الجميع الحقيقة شكلك في السيارة ماشي هي ماشي بويعقوب والله موجودين في الخابورة ضربت الغداء ولا بعدك الغداء خلاص الحمد لله الحمد لله رب العالمين يمكن الشيخ سالم بعده ما متغدل أحنا قابضين الشيخ سالم بنسوي جماعة أخير نسمي غشاء بين الغداء الحمد لله وماشاء الله عليه متواجد معاكم الحمد لله حقيقة نوجه له شكر يعني أفضلك سيدي مارك الله فيك يا يوسف تفضل أخو يوسف تفضل الله يساعد اليوم موضوعكم عن الولد الصالح نعم أول شيء بالنسبة يعني الشخص بمثلة الأختيار يعني قبل الله يربى أولاده أكيد أنه لازم يختار الزوجة الصالحة اللي هي فعلا تسعينة نعم وكذلك الناس أيضا لما يجيهم شخص ويتقدمونهم أكيد أنهم يحاول أنهم يختاروا الشخص اللي هم ناسب عشان نحن نكون مجتمع تسود بين الألفة والمحبة يعني والسعارة مثل ما ينطبق على يعني الزوج أنه يختار الزوجة أكيد أن الزوجة لهذه الحقية في أنها تختار الشخص حتى الشخص الصالح اللي هو يعني يعني بيعينها على أمور الحياة مستقبلا يعني بيعينها على تربية الأبناء لأن هذه تظل عملية مشتركة ما بين الأب والأم تربية الأبناء صحيح فأكيد أن الولد إذا نشأ تربية صحيحة بيكون ولد صالح مستقبلا يعني يقول وينشأ ناشئ الفتيان هنا على ما كان قد عوده أبوه نعم يعني الولد أكيد يعني هي تربية لا دور يعني بأن الولد ينشأ ولد صالح وولد مستقيم ولكن حقيقة أنت لأخال بكرة نقطة وهذا النقطة موجودة هي بعض الأباء لما تسأل ولدك بصف كام تحصل حتى ما يعرف أساسا الولد حتى صف كام هو موجود ما يعرف أساسا صف كام ولا يعرف أساسا أنه أي شي يعني صحيح لما تحصل إدارة المدرسة تعملهم هذا استدعاء ولي أمر ويمكن الولي الأمر ما يحظر نهائيا تحصل وحتى فيه شكاو من المدرسة على أن نحن نقدم رسالة على الولي الأمر هذا الطالب وما يحظر نهائيا فهذا يدل على أن الأب أصلا أساسا ما فيه اهتمام يعني فإذا كان يعني الأب ما عنده اهتمام مكيش من الاهتمام هذا حتى يمكن حتى من ناحية البيت خروجه وين يروح وين يجي ومن الأشخاص اللهم يرافقوا ما عنده اهتمام فإذا ضاعت التربية فإذا ضاعت التربية ضاع الولد بالأساس أساسا نخلق مجتمع في يعني أولاد شود بينهم يعني التربية الصالحة أكيد أنه لازم يكون هناك أساسا متابعة وإهتمام من قبل ولي الأمر عموما هو الولد الأب لازم يكون قد ولي ولد في كل حاجة فإذا كان الأب أساسا أب غير طالح أو أب يعني غير مهتم بالأبناء فأكيد نعم إلا من رحمة ربك شكرا جزيلا يا أبو يعقوب نعم شكرا شكرا جزاك الله خير جزاك الله خير ويعقوب من الناس اللي متابعين لنا من زمان الحقيقة وضاف لنا الكثير ولخص جميل جدا ومداخلة حقيقة نعم أنا وقات عندما زور مدرسة آخر مرة زرت مدرسة في وادي بن عوف وكان في اجتماع يعني حضور المحاضرة من أولياء الأمور من المعلمين فأقولهم لابد تقوّوا الصلة بينكم الله أنتو كأولياء أمور لكم يعني دور في المدرسة نعم وينبغي حقيقة أن تهتموا بهذا هذا ولدك في المدرسة والثاني ولد في البيت صحيح فأنتم آباء كما ذكر بعض العلم يقول الآباء ثلاثة أبو نزوجك وأبو ننجبك وأبو نعلمك الله الله فإذا كل قام بدوره بدوره ستكون نتيجة في الأولاد بإذن الله ونتيجة مجتمع متحاب ومتماسك شيخ فاصل إعلاني بس تسمح لي بدري لح علي فاصل إعلاني ونرجع نتواصل إن شاء الله إذاعة الشباب من سلطنة عمان الصفاء للأغذية تقدم كباب سيخ اللحم الشهي من خيرات من نكهة العربية الفريدة معاد من أجوة المكونات الطبيعية والتوابل العربية الفريدة كباب سيخ اللحم من خيرات يجعلك تستعيد مذاق الطعم الشهي والفريد ويجعلك كل مناسباتك حلوة موبيجة ولا تنسى احتفل بعشر سنوات من الطعم الأصيل وعيش حياة صحية مع كباب سيخ اللحم من خيرات الشهي واللذيذ ويش صار الحياة أحلى مع الديوانية للحلوة العمانية مهرجان التمور العمانية الثاني من الرابع عشر إلى التاسع عشر من أكتوبر بنزوة تعرف على جديد منتجات التمور مع أكثر من ستين عارض فعاليات مصاحبة للأطفال وورش عمل ومحاضرات وزيارات ميدانية مع تحيات الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع برنامج خدوهات الاتصال على رقم 24698151 أو الرقم الدولي على 0096824698218 أو الرسائل النصية على رقم 90456 خدوهات نتواصل معكم باقي كم تقريباً ربع ساعة يعني يمكن عليها زيادة بيعطينا بدر دقيقة ولا دقيقتين مرقة أربعة عشر دقيقة بعد لا بطولون إن شاء الله حاضرين حاضرين ضيفنا شيخ سالم النعماني أبو محمد مرحب بك الله يبارك فيك أبو موضوع موضوع كبير الحقيقة هذا الرجل يعني إحنا ما قلنا أول ما معنات إن هذه مبرر إن قصر الآباء والأمهات إن إحنا يضار في الماء صحيح ما نستطيع بالضبط نحن نحسن إليهم نحسن الظن ونقول اللهم أرحمهما كما ربيانا صغار ونحسن إليهم أيضاً حتى رغم أن حياناً ربما أنت تكتشف أنه والله ربما في تقصير معين أو غيره أو لكن لا يضل أب وأب وأم أم أدوا أدوا لعليهم نعم أحسن فمن ضمن هذه الحقوق أول كما الأخ يوسف رديني ذار قضية العلاقة بين الزوجين نعم هذا علاقة الزوجان روحان في جسد واحد نعم لحبيب حبه وسط الحشاء إن يشى يمشي على روحي مشى روحه روحي وروحي روحه نحن روحان سكنا بدنا الله حي هذا العلاقة بين الزوجين هذه علاقة ومن آياته علاقة جميلة الخلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها إليها لتسكنوا قال سكنا سبحان الله أنا أضرب مثال دائماً أقول للإخوة والأخوات المزوجين والمزوجات انظروا إلى العلاقة الزوجية بين الرسول عليه الصلاة والسلام وصع سلهم بين خديجة بنت خويلة نموذج نعم كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لكن خديجة هذه المرة العقيبة يوم من الأيام كانت مقبلة على رسول الله وسلم وبها ومعها طعام نعم فجاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد يا محمد أقرأ خديجة من ربها السلام الله وبشرها ببيت في الجنة لا سخب فيه ولا نصب إيش أعظم من هذا هذا خديجة الله ولذلك لما غارت سيد عائشة رضي الله عنها عندما ذكر ويذكرها وهي البنت البكر لآخرة تقول ما بالك بامرأة حمراء الشتقين أبدلك الله خيراً منها غير غيرة النساء نعم قال والله ما أبدلني الله خيراً منها الله فهي التي آمنت بي حين كفر بالناس وهي التي وستني بمالها حين حرمني الناس وهي التي رزقني الله منها الولد والله ما أبدلني الله خيراً منها لدرجة هذا السيد العقيب الله النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً مهموماً مغبوماً وشافت عليه ملامح وجهن متعب ومغبور وزحلان وفي شي عنده فقالت له والله لن يخزيك الله أبداً اسمع الحاكي معك أنام حان هذا الريدة من الأزواج تدخل البيت تفتح الباب تستخبلك الزوجة بكل بشاشة بكل بشر والبتسامة بكل حاسة بكل لطف بكل حنان تنسى كل الشاور صحيح أي شي صابق خارق البيت تنساه هل يسو كذلك؟ نعم وبالعكس نعم بكل لعلك زال بس يا خاربه صبري شوية استمعي شوية وما نريد ندخل في هذا الميلان تفطيحاً فينا العريب والرقال نوب في بعضهم يستاهلوا شوية زين أبو أحمد فهذه العلاقة العلاقة الإنسانية الراقية النتيجتها من أنتقت فاطمة بنت النبي الله الله نعم زوجة الإمام علي كرم الله أم الحسن والحسين ريحانة الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا قال فاطمة بما معناه يعني جزء مني أيضا هكذا نعم زين نعم مر ما يذكر أن أم أمير المؤمنين الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز نعم أم أو نعم أم أبي بنت بائعة اللبن بعروف نعم بالقصة المعروفة نعم هذه الأم فالزوجان حقيقة علاقة بينهم قوية للد كما قال ومن آياته هاي من من الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواقا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون فلابد هنا حقيقة من الحرص على الاختيار لأخي يوسف جزار الله خير أثار في نفسنا كثير من التساؤلات ومن الأسئلة من ضمنها أن بعض الناس يركزوا في اختيارهم على البنت وينسون الولد ها كيف الولد الخاطب قالوا زي ما يدوخ وما يسكى بس قالي ولمرة ثانية يصلي قال يا أخوكم شوية ما شفنا يصلي ما شفنا كيف 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 أبرره بأبويه أخلاق الله اسمع أبو محمد هاي قميل جدا كيف أبرره بأبويه قالوا والله يعني أظلنا شوية تتش بينهم بين أبوه زعلانين وبعد جاي هو ما مخبره بأبوه يعيب روحة يعيب يقعد بيتهم صحيح إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه واحد من الصالحين جاء إلى واحد من الناس يعني أولي ألمور قال إلى واحد من الصالحين قال عندي بنيه من ترى أزوجها قال زوجها المؤمن التقي إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها إن شاء الله حيوة فهنا نركز على الإنسان الصالح وعلى الإختيار الصح الموفق من الأثنين الحقيقة الإنسان الصالح هو الذي يجمع صفات الخير كلها محب للناس يسعى بالمعروف متواضع يسعى إلى مصلحة الأمة لا يبدر منه هذا إنسان صالح نسمي طبعا إحنا ما نريد منه يكسرنا حجارة من القبال ويروح يدفن في البحر والله يا أبو محمد الأمور سهلة جدا جدا فكما إحنا نختار نبحث عن المرأة نبحث عن الرقل صحيح ونسهل الأمور في حالة الموافقة في المجتمع المسلم عموما في أمان وفي غير أمان أنا واحد يقول لهم يا شباب ليش أنتوا قادرين أو ليش يؤسي الناس نمدحها نفسنا ما نمدحها نفسنا هذه نتحدث بالنعمة لكن أيضا لا نغفل الآخرين صحيح في مجتمعاتنا طبعا في دول الخليج في دول عربية في دول إسلامية عموما كل مسلم حيث أنا أتحدث عن مسلم في أي مكان وحيانا في أخلاق مشتركة وحيانا في أخلاق عامة إنسانية ما حد يقدر يقول عنها شيء كل الأخلاق العامة كل إنسان يذكر بخيره الله يعني سواء حتى ربما غير مسلم صحيح ولكن له معامل حسن ويتحلى بأخلاق المسلم الله نعم نسان فلابد هنا حقيقة أن أيضا مجتمعنا أو المجتمع المسلم عموما كذي نوع من الحياة عند البنت فما معنات حين نترك لها رغباتها أو نعينها على اختيار شركة الحياة نعم ونعطيها المساحة في أنها تفكر وأنها تختار تريد من تأخذ من تشاوتها وأيضا الجلسة مع الأسرة أنها أشوفها وتشوفني والتشاور والتشاور صالح ناخده صالح 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 من الناس الصالحين سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته لا أخير بك في الحال مساك الله بالخير كيف حالكم كيف حالكم بخير الحمد لله بخير أخي صالح الشباب يخبوص عقلهم يا رب هذا الزمان يخبوص عقلهم نعم ويكون يخبوص درس الذي تتأديه بواقبه هذا الكلام يا رب أنت ما تقصر يعني نبغى أن هذا الشباب الخاصة اليوم شباب اليوم هذا ما قصروا الشباب فيهم الخير فيهم البركة لا والله فيهم الخير فيهم كل حاجة لكن الناس هذا بعد من الشباب هذين ناس فينهم أنا قلت في أول حظر الشالفة بين أبو وأبو يعني الأب يعني الولد تركب وأبو في مكان غاضي وتركه وراح مدة كبيرة بعد مدة قال الولد وتزوج وكل حاجة وقاب ولد عمل أحد الولد كما عمل بابو هاذ الطريقة سبحان الله هي نعقف مكان لولدي قال نعم قال بعدك سيرة قدم يقول له أنا أبوي عقل في مكان الفلان في المكان الفلان لكن خليني هناك حد عقب أبوي سبحان الله هذه من الأشياء اللي تروها الحقيقة ومن الأشياء اللي فيها دروس يعني قال الآب عمل بابو وولاد عمل بابو وقال الآب هذا لولاد مر عمل بابو سبحان الله. يعني هذا يخلوق فكرة. صحيح. صحيح. اولاد دفيهم الخير. نعم. عمل ابويه. بعدين عندي اولاد. نعم. مهما تكون حامل اولاد يعاملون كعاملت ابويه. صحيح. جزاك الله خير اخ صالح. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك يا ابو. بالحل بالحل بالعكس تنسي يدمكم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. جزاك الله صالح. ويذكر القصة المعروفة والمتراغة. يعني يروها كثيرا حقيقة. اي نعم. صلى الله العاف والعافية. يا رب العالمين. الله ما يجنبنا هذه الامور. امين. اذا لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ايه. لا يعني ان الدين يغفل عن هذه الامور الثلاثة. يعني خليني ما 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 نمشي عكس التيار. نعم. فالجمال له اساسه. صحيح. وله ايضا الناس ما احبيه. وكذلك المال والحسب وغيره. وهذه اشياء ضرورية. نعم. لكن ركز الدين على النقطة الاخيرة. التي هي تاتي على الثلاثة كلها. فاضفر. بذات الدين تربتي ذاك. ايه. هي كثرة خيرها. نعم. وبالتالي عندما يجتمع ذات دين. وذات دين. تنعكس ذلك. ينعكس ذلك على الذرية. نعم. نعم. ولا يمنع من يكون واحد ياخذ غنية وياخذ جميل. صحيح. وياخذ ذات الحسب والنسب. لكن لا يفرط في مسألة الدين. نعم. وكذلك البنت ايضا تعان على ان تاخذ ذا دين. مرة واحدة من الصحابيات. نعم. جايت الله رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ان ابي زوجني ابن اخيه. ليرفع من خسيسته. نعم. فرد صلى الله عليه الصلاة والسلام نكاحا. رفض الزواج. نعم. لكن قالت بعد ذلك انا اقرة. نعم. لكن اريد ان يعلم الناس. والله. توصل الرسالة. على ان ليس لولي الامر ان يكبر بنته على الزواج من هنا. مم. وفي بعض ان يمشن الى القضاء شيخ. على هذا اخر العلاج. منحة اخر. وهذا واحد يحتاج الحلقة. لا يحتاج. معنات ان فقدنا وسيلة من الوسائل هي عملية الحوار حتى في البيت. هي يقولون اذا لم تكن الا الاسنة مركبا. مم. فما حيلة المضطرة الى ركوبها. صحيح. ما اظن واحدة بتروح الى القضاء. صحيح. لو هي مضطرة. يعني. يعني. كل الوسائل. اغلقت. اغلقت. اغلقت اماما. هذه محتاج لوحدة. ماحتاج الى همسة وماحتاج الى جلسة. نعم. بعد ذلك تيسير امر الزواج. وهذا مهم. اقل لهن مهرن اكثر وهن بركة. الله الله الله. بعد ذلك استقبال مراعاة الام الحامل. انا دائما ادعوي الى ان الولد متزوج والبنت المزوجة في بداية قبل الزواج دخلوا دوره. كيف ما هي حقوق وانا معك. وانا معك. وانا معك في هذا الموضوع. فكلام في بعض الاحيان تجينا اتصالات. فلان طلق في اسبوع. اول مزوج. نعم. ليش قال لو ما متفاهمين. انا وبعدني. كيف ما متفاهمين. الحين عاد. قال استوى باصل عاد. بعيد شروحيت تتسوى باصله. كيف نتوب هذه نحن. تعونا في اول اسبوع هنقول يا هذي. المرأة والمستمعين يسمعون. تعتريها اشياء خاصة في حالة في بداية الحمل. بالضبط. اذا الزوغ لم يدرك ذلك هايش بيؤدي. صحيح. يضربوهن في بعض الاحيان. الله الله الله. وقعوا الناس في في مخالفات شرقية. نعم نعم. بسبب عدم معرفته. ينبغي للأم ايضا ان تخبر البنت. انك ان لو حدث لك كذا اخبري زوجك. لان الرجل اوقات يعني لامر ما. اوقات تؤدي للكراهة انه ما تحبت ايش عنده. ولا تحب حتى اطرة ولا ولا دشداشته ولا شيء. وبالتالي يقولوا لابد من مراعات الحامل نفسيا. صحيح. وهذا من الحقوقها. عندما يوصل المولود اكيد. احنا ننسى كل شيء بس ذاكرين حبيبيتي تويو. هذا ابو محمد. هايشي هذي ما اعرف فاني هايشي. اقولها مرة تانية شيء. حبيبيتي تويو. هيا. امور طيبة. تعرف بدري ضحك. انا مرر. انا مررت ناس. اه. زافين كيكة. زاف? بعد هايو المرة اسمعها. ايوة عندهم عيد ميلاد. عيد ميلاد. عين عن النسيكة. عين عن التسمية. هين عن تحنيك الولد. نعم الله. هين عن الاذان. هين عن الدعاء. نعم. هين هؤلاء عن اختيار الاسماء. هين هين هين. كل شيء ذاكرين للأسف. ما نعمم. لكن في بعض الاحيان يعني انت توقف كمسلم تستغرب. كيف احنا. ودرنا كل شيء واحد. انا دايما اقول للمنتج العماني. لو اقول لمنتج الاسلام اختيارنا الاول. وعلى اختيار الاسماء. يا جماعة الخير. اختيار الاسم. الاسيكة محمد لها دور في استبشار الناس بالمولود. صحيح. في فرحتهم به. نعم. في الدعاء له. انت ما ادراك. ايك واحد من الصالحين يدعو بدعوة. ها بدعاء. وتكون هذا السبب في صلاح الولد. الله. والبنت. الله. فضروري. وهذا احنا قصص اللي ذكرناها قبل شوية من القرآن ولأنبياء. الاساس فيها الدعاء. الدعاء. هاي. احساس فيها الدعاء. الله هو اكبر. انك سميع الدعاء. ربك علم مقيمة صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الله. 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 الشيخ انت مرت عليك اسماء وربما قاريت اسماء. اسماء غريبة عجيبة. يا جماعة الخير. انا ما اللي يقولوا له وان بنت تسميها ارم. لا اله الا الله. هذه ارم ذات العماد مدينة الله لكها. تسمي بنيم سيكينة طول شبر تسميها ارم. يا اخي سمها ياسمين والله. بالضبط وكمبل. اه? اسمونها جوري. 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 العياز والله اش دراها هنا عن جوري. سموها حليمة. سموها صفية. سموها يعني باسماء خفيفة. اقولهم ايش معنى جوري? قالوا وردة. زي خلولي بمرة وردة. ايوه. حلمو الدورو بي. انا ما عارف جوري. وغيرها من الاسماء يعني اقولك عشان اميز انا بناتي او اولادي اختار لهم. انت عندك بسهولة يا اخي من. زمهرير واحد بسم بنته. لا. تعرف ان زمهرير هالعذاب جهنم. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. زمهرير؟ هي ابنة يمسكينة. لا اله الا الله. زمهرير؟ لا جهنم. اه. لا اله الا الله. عندنا في عمان الحقيقة في معجم خاص. بالاسماء? بالاسماء السلطان قابوس. كنا ما اسمه معجم السلطان قابوس للاسماء العربية. بذل فيه من الجهد الكبير حقيقة وموجود اليوم في مكاتبنا يستفيدوا مننا اخوانا العرب. الله. وهذا ووهذا يحسب الحقيقة لمولانا جلال سلطان ويحسب لعمان. الموسوع العماني. الموسوع العماني. ايه؟ فياسماء على علام عن عن آه. كثير كثير. الله الله. وكم من الأنبياء وكم من الصحابيات المهم الولد الصالح لا بد من الأخذ بأسباب صلاحة وقد يكون الولد مع كل هذه الأمور غير صالح وقد يكون سوى من هذه الأمور الشيء وهو صالح هنا الدعاء كما قلت من قبل وقلنا جميعا هنا الدعاء والقدوة كما قال الإخوان وإن شاء الله ونتمنى في مسألة التسهيل أيضا تسهيل المهور تسهيل الطلبات ونخف من هذه الطلبات المزحجة حلقة من حلقاتنا وأيضا تكلم فيه لطايف في برنامجك على إذاعة القرآن الكريم أنا أعرف وهذا الحقيقة يعني أتكلم فيه بفخر أن كثير من الولايات اليوم عندها صناديق للزواج وقائمة بهذا الدور الإيجابي الراقي والرائع والزواج الجماعي وكم مليون من أصحاب الأياد البيضاء نوبا لا أبعينها زعون لا أبو صحيح ما يقدر بدر ما يقدر بدر بر وكم من أصحاب الأياد البيضاء زوجوا وساعدوا في الزواج وكم من المؤسسات اللي نتمنى أيضا تقوم بهذه الأدوار خيرهم يا رب يا رب يعني نسهل هذه المسألة لا نسههم شباب عن الهجرة ذكرهم هذا في الحلقة القادمة في الحلقة القادمة إن شاء الله لأنه بتصبح إجازة يوم الأحد فحلقتنا عن الهجرة والدرس العظيم الحقيقة لنستفيده من الهجرة النبوية الشريفة على السريع واحد من الأخوان يسأل هل يجوز الذبح باليسار إذا كان الشخص أعصر ولا يجد أحد ينوب عنه علي الفهدي لا بس لا بس بس لا ينسى التسمية أحسن لا قبلهم شرك يقبلهم غرب لكن كده نعم هو أكيد عارف هذه المسألة نعم وشكرا لكل من تابعنا الحقيقة في حلقتنا اليوم ونتمنى أن نكون من الصالحين آمين يا رب يا رب وأولادنا ونكون بارين أحبتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وبارين بأبانا أمهاتنا وندعو لهم بالخير وندعو أيضا لمن اختارهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة يا رب العالمين ونكون فعلا أبناء بارين أبانا ومهاتنا يا رب العالمين شكرا جزيلا بو محمد الشيخ سالم النعماني نورتنا كعادتك الله بارك فيك وضفتنا الكثير وتعلم منك واستفدنا منك الكثير العفو تعلم من مداخلات المستمعين وشكرا لكل من استمع وتابع برنامجنا وإن شاء الله أضفنا لهم الكثير في يوم إجازة الحمد لله واللي إن شاء الله مستمتع يعني برحلة مع أولاده وأصدقاء أضفنا ويعودوا بالسلامة آمين يا رب العالمين وخلوا بالكم من الطرق دائما وتواصلوا بالخير دائما فيما بينكم وإن شاء الله نلتقي معكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم شكرا الشيخ سالم النعماني وهذه تحياتي أنا خالد الزجالي وتحيات بدر الندابي وندعو الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ مولانا جل السلطان ولأمر هذه البلاد وأن يعوده إلينا سالما وقانما آمين يا رب العالمين ونفرح جميعا بعودته ودائما عمان هذه البلد العظيم أمانة ونحافظ عليها ونكون دائما معول بنا في أمان الله شكرا 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 اشتركوا في القناة المترجم للقناة